اشتركوا في القناة خمسين عاما هي وابناها بعد ان كانوا يعيشون في مخيم حمام العليل منذ عام 2017 اثر تدمير منزلهم في الموصل اثناء معارك استعادة السيطرة على المدينة من يد التنظيم الارهابي والله وضعي بالمخيم انا حس هذا بيتي لان ما عندي ملجأ ما عندي بيت ما عندي راتب ما عندي حدا عيشنا فهذا اصبح هو ملاذي المخيم اصبح هو معاشي هو بيتي ومخيم حمام العليل الذي يقع على بعد نحو خمسة وعشرين كيلو مترا الى الجنوب من الموصل هو واحد من عدة مخيمات سيجري اغلاقها هذا الشهر وقال خالد عبد الكريم مدير مكتب النزوح والهجرة في الموصل ان كل اسرتين ستستلم مساعدة مالية تبلغ ما يعادل 1200 دولار تقيبا خلال العام الاول واضف ان السلطات تنسق مع منظمات اغاثة دولية لضمان حصولهم على مساعدات بعد استقرارهم في اماكن اخرى اما بخصوص الامتيازات الممنوحة من قبل وزارة الجرم وجري العوائل التي عادت هي عبارة عن مساعدات لمدة سنة كاملة كمساعدات اغاثية كأنهم مساكنين في المخيم اضافة الى ذلك سوف يتم شمولهم بالمنحة البالغة مليون ونصف مليون دينار عراقي للعائلة الواحدة لكن احمد عزام مدير الدعم العراقي في المجلس النرويجي اللاجئين وهو منظمة انسانية يقول ان هناك نحو 100 الف معارضون لخطر التشرد اذا لم يكن هناك تخطيط وتنسيق مناسب لعمليات اغلاق المخيمات ما كانت عملية اغلاق المخيمات مخططة ومنسقة بشكل كامل الخوف انه يصير في عنا عمليات نزوح مقنعة هاي الناس ترجع تظل عايشي بنفس الدوام من الاحتياج ومن التهميج كما تحذر منظمات اغاثتهم من ان الوصول الاكثر احتياجا سيكونوا اصعبا اذا انتشروا في انحاء البلاد بينما يمكن ايضا ان يواجه بعضهم العنف والاعتقال لدى عودتهم المناطق التي نزحوا منها اذا كان لهم اقارب على صلاة بجماعات مسلحة وحتى تنظيم داعش الارهابي